اشتركوا في القناة ووسواس الزنا وكيف ازيد من ايماني واجعله ثابتا كالجبل نشكر لك ايها الحبيب حرصك على ان تقوي ايمانك وتبتعد عن معاصي الله تعالى ونحن على ثقة باذن الله تعالى انك ما دمت صادقا حريصا على ذلك فان الله تعالى سيتولى عونك ولن يخذلك فانه سبحانه وتعالى لا يرد من دعاه ولا يخيب من رجاه ونحن نقدر ايها الحبيب ما تعانيه من الشهوة القوية فهو امر طبيعي لشاب في مثل سنك ولكنك في ميدان اختبار واجرك ودرجتك عند الله بقدر ما تبذله من الجهد في سبيل تجاوز هذا الاختبار بنجاح والله عز وجل سيتولى عونك ويمدك بالمدد الذي يقويك ويثبتك على هذا الطريق اذا علم منك الصدق والرغبة في العفة عن الحرام والحرص على ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى وخير ما تفعله ايها الحبيب ان تأخذ بالاسباب الشرعية التي تعينك على العفة والابتعاد عن الحرام فان الله تعالى امر في كتابه الكريم العاجز عن الزواج بالاستعفاف فقال سبحانه وتعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله ففي هذه الآية امر وبشارة امر بالاستعفاف للعاجز عن النكاح وبشارة الله بانه بسلوكه هذا الطريق سيغنيه الله تعالى والاستعفاف معناه طلب العفة والوسيلة الموصلة الى ذلك ايها الحبيب ان تحفظ بصرك فلا تنظر به الى اي شيء مثير وان تبتعد عن المواطن التي قد تقع فيها برؤية ما يثيرك وان تحفظ سمعك فلا تستمع به الى ما يثيرك فتجنبك للمثيرات المرئية والمسموعة او غير ذلك من اعظم العون لك على التعفف والابتعاد عن الحرام من الاساليب المعينة ايها الحبيب في التعفف ايضا الادمان للصيام والاكثار منه فهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم للشباب اذ قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء فالادمان والاكثار من الصوم خصاء يكسر شهوة النفس وأنت اذا ادمنت ذلك فانك سترى الاثر باذن الله تعالى اما تفكيرك ومحاولة الشيطان جرك الى التفكر في الوقوع في المعصية سواء كانت العادة السرية او ما هو اقبح واشد جرما منها واسوأ عاقبة ومآلا وهي جريمة الزنا والعياذ بالله تعالى فان هذه الوساوس الشيطانية يحاول الشيطان ان يفتح امامك بابها ليجرك من خلالها الى ما يسخط الله تعالى وسخط الله لا تقدر عليه السماوات والارض فضلا عنك ايها الانسان الضعيف المسكين ومما يدفع عنك هذا ايها الحبيب ان تتفكر في المقابل بعاقبة هذه الذنوب وما اعده الله تعالى من شديد العذاب وأليم العقاب لمن وقع في هذه الذنوب فان تفكرك وتذكرك للقيام بين يدي الله ووقوفك امام النار ومرورك على الصراط وان تتفكر فيما اخبر الله تعالى في كتابه وأخبر به نبيه عن عاقبة الزنا والزواني وأليم عذابهم فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انهم في تنور يوقد من اسفلهم فترتفع بهم النار ولهبها وهم يتضاغون عراه يعذبهم الله تعالى بمثل الحالة التي كانوا يتنعمون بها ويتلذذون بها في الدنيا ناهيك عن العذاب المستمر في عذاب جهنم فان الله تعالى قال في وصف عباد الرحمن ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب فتفكرك بهذه العقوبات وان الله تعالى لا يخفى عليه شيء من امرك وانه بالمرصاد تفكرك بهذا يقلع من النفس شهوتها ويذهب منها الطمع في المعصية والتعلق بها وخير ما نصيك به ايها الحبيب ان تكثر من مجالسة الصالحين وتدمن سماع المواعظ وتشغل نفسك بما ينفعك في دين او دنيا فان النفس ان لم تشغل بالحق شغلت صاحبها بالباطل نسأل الله تعالى ان يأخذ بيدك الى كل خير ويثبتك ويعينك على الطاعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة